يعطيكم ألف عافية وصفة لليوم إن شاء الله رح تكون من الحلويات الكثير مميزة ضيافتها أيام العيد اليوم رح نعمل مع بعض حالة لسويتس إن شاء الله رح نعمل بطريقة سهلة ورح تحبوها تعبوا مع الفيديو وتعالوا نشوف خطوات العمل خطوة بخطوة أول إشي هون رح نحتاج طبعا رح نحتاج هاي القطعة القطعة هاي بتلاقوها في محلات الأدوات المنزلية متوفرة وسعرها كثير بسيط طبعا رح تساعدكم كثير بالشغل ورح نحتاج كمان هون السنبوسك الميني استخدمته من السويتس مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا السنبوسك العادية وتكسموها في النص طبعا هون أول خطوة رح أعملها رح أفك الشرائح عن بعض بهاي الطريقة وبعديها رح أبلش بطريقة العمل طريقة العمل عندنا هون كثير بسيطة ناخذ القطعة بعديها بلفها بهاي الطريقة وآخر إشي بحطهن على طرف السنبوسك خلطة اللسق خلطة اللسق طبعا مكونة عنها من الطحين والمي كمية الطحين عندي هون ثلاث ملاعق كبار نزلت المي شوي شوي حتى ذاب معي لطحين شرط أساسي عنها طبعا هون لخلطة اللسق إنها تكون معنا اسميكة حتى تلزق معنا السنبوسك كثير منيح طبعا هون لما تيجي تحطوها على الطرف بتضغطوا على الطرف السنبوسك حتى تمسك كثير منيح ولم تيجي ترتبوها عصنية بتحطوها على الطرف حتى تنشاف طبعا هون أنا جهزت كل الكمية وبعدي هون رح أحضرها للقلي أنا هون طريقة القلي نفس طريقة القلي السنبوسك أنا الزيت لازم يكون غزير وحامي على نار واطية اختبروا درجة حرارة الزيت بقطعة وبعدي هنزلوا الكمية لإنتوا بتكمي إياها لما تيجي تنزلوها حاولوا إن يكون عنكم الطرف من تحت وحطوا كمية منيحة وبلش قلبوها حتى تأخذوا درجة اللون إنتوا بتكمي إياها هيك عندي درجة اللون ممتازة على طول بشيلهم من الزيت وبحطهم بمصفاي بتركهم يبردوا تقريبا مدة خمس دقائق وبعديها ببلش أشيلهم بهاي الطريقة طبعا طريقة العمل كثير ممتعة وهي الوصفة من الوصفات اللازم اتجربوها هون أنا فكيتهم كلياتهم وحطيتهم بالصحن على جنب رح أتركهم يبردوا وبعديها رح أبلش هون أحضر للحشوة بالنسبة للحشوة اختياري بتنقوا الطريقة اللي أنتوا بتكمي إياها بس المكون الأساسي عمنا هون للحشوة لازم نستخدم للشعرية الباكستانية عمنا هون للشعرية الباكستانية طبعا استخدمت باكيت كامل تحنتوا على الفرامة حتى يكون معي شوي ناعم وبعديها هون رح أبلش أحمص فيه تحمص هون عنا الشعرية بيكون في البداية على نار عالية بعديها بتوطي الغاز حتى تأخذ الدرجة اللي أنتوا بتكمي إياها أول ما يتغير عندي هون لون الشعرية بتطف الغاز وبنزل ثلاثة ارباع الكاس من الحليب المكثف المحلة رح أقلبهم هون كثير منيح وأول ما أشوف عندي الحليب المكثف الشعرية جانسوا مع بعض رح أنزل أربع ملاقة كبار من بسكوت اللوتس المطحون ممكن تستخدموا أين بسكوت أنتوا بتكم إياه بس أنا هون لأني رح أستخدم زبدة اللوتس حطيت أربع ملاقة كبار من بسكوت اللوتس برجع بقلبهم شوي ورح أنزلهم في صحن رح أتركهم هون يبردوا تقريبا مدة دقيقتين بعديها رح أبلش أحشي فيهم شغلة كثير عندنا مهمة لازم تبلشوا تشتغلوا في الشعرية وهي السخنة لأنها أول ما تبرد رح تجمد معكم ولما تيجوا توزعوها وزعوا تقريبا حطوا ثلاثة ارباع القطعة والباقي بتحطوا السلسل أنتوا بتكم إياها أنا هون رح أستخدم زبدة اللوتس ورح أستخدم كمان النوتيلة أكيد ممكن تستخدموا السلسل أنتوا بتكم إياها ممكن تستخدموا التوفي ممكن تستخدموا زبدة البستاشيو حسب المتوفرة عندكم بالنسبة هون لطريقة تذويب زبدة اللوتس والنوتيلة ذوبتم بمعلقة صغيرة من الزيت النباتي حتى لما تيجوا تجبط معكم أنه يظل عننا القوام شوي رخوا تزيني الوجو هون زينتوا ببسكوت اللوتس المطحون وقطع الشوكولاتة وقدمتهم ما شاء الله طعمهم جدا شهي جربوا الوصفة وأعطوني رأيكم فيها وهي وصفتنا لليوم بتمنى إنها عجبتكم بتمنى كمان إن الفيديو عجبكم إذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي والاشتراك فيها ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة معكم أولا طاشمان من قناة أطيب الوصفات يومي